موسيقى 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 عنا ريد ماتش او نو اي دونت او نو اي دونت طيب يراها فقرأينا يوسكو تعليم بطب تك اسمرت هنا ايضاء اغطال ذوên او ايها نجد اوه دو يو هاب تادي تادي بير نو نو اي دونت اذا اعزان هون حكينا فبالتالي منيجي منختار وين هو البايك السورة التالتة منحطها هون وين الڭيتار السورة التانية نحطها بل بوكس هل تحب مثلا هون كمبيوتر جيمز اللي هي هادي منحطها هون ونفس الشي تادي بير we put it in the box اذا الان السؤال التاني complete then ask a friend اذا هون بتنا نعبي نحنا تفاصيلنا اقرأ التفاصيل name name age 8 عدي عمرك school my saloon the teacher is teacher like like mom and dad don't like meet اذا ما بتحب اللحمة اذا هاي عشان نشجع الطلاب على كتابة هذه التفاصيل بشكل صحيح الان نعتي الى lesson number two connect and write شو المطلوب منا يا رهف هون هلأ هون من نوصل وبرو نكتب اها اذا بدنا نكتب احد الكلمات التالية تريد let's go by let's read a write a or an or an let's go to the اذا اعزان عشان نتذكر هذه القواعد الموجودة في الوحدة الاولى نحنا حكينا اذا بدنا نستخدم المواصلات دائما بنحكي let's go by دائما كلمة by تستخدم للمواصلات all right اذا كلمة by مع الترانسبورت ترانسبورت معناها مواصلات يعني i go by bus i go by plane here like this one isn't by plane by bus لكن اذا بدنا نحكي let's ride a او an ride يعني بدنا نركب بدنا نركب شو بدنا نركب حصان بدنا نركب elephant اذا هونه هورس a horse دائما نحنا تفقنا انه الان دائما تاخد الكلمات المبتدية بحروف العلة اذا فبتالي بنحط an elephant لكن في حالة الهورس بنحط a horse بالنسبة لlet's go to the اذا نحنا رايحين على محل على مكان كلمة to هي الاشارة اليها فبتالي بدنا روح الى park to the park to the school or to the cinema like this one let's go to the cinema هادي كم لنا يا هايا رهف all right اذا نحنا بنوصل لصورة الاولى صورة الحصان مع رقم C let's ride a horse طيب صورة التانية cinema cinema with this one let's go to the cinema excellent number three elephant elephant let's let's ride an elephant very good this one the plane plane let's go by plane excellent the last one let's go by bus excellent now we move here to unscramble the sentences شو يعني يا مجد يعني هون عندي مجموعة كلمات مخربطة بدنا نرتبهم شو بتصير let's go by car okay number two let's ride a camera okay number three let's go to the park excellent let's go to the park all right we turn to page number six which is lesson number three read and circle R, L and OR كل من شوف أعزعنا المقاطع هذه لازم نحط دائرة عليهم all right إذا منحط دائرة على هذه المقاطع نعم كل من شوفهم هون مثلا R موجودة منحط دائرة هون L هايها مطلوبة منحط دائرة هون عشان تركيز على هذه السيلابلز كما ركزنا عليهم في the pupils book now let's move to number two complete and find the secret word yes number one مال إذن نطلع على سورة الأولية ماجد شو هي مال مال إذن this is the مال number two this is a horse horse very good number three it's a morning morning لأنه ساعة ستة صبح مبينوا هاي الشمس طالعة number four مكتوبة هون it's a park حديقة number five it's a farmer farmer all right this is a farmer هايو ورقم ستة funny funny he's very funny بضحك all right شو هي يا ماجد secret word secret word هي بين عندي أنا بيانت من monkey all right monkey معناها القرد القرد all right now we move to lesson number four respect listen and other listen to others match and write all right عنا هون سكول يا ره هفريد سكول home the park friends mom and dad teacher very good إذن at school I listen to my teacher إذن وين السكول هيها هيها شو بدي أرد بدي أرد علي friends ولا على mom and dad ولا على teacher على teacher إذن وصل school مع teacher لأنه هون طالب لنا من السؤال match طيب رقم اتنين خلينا نقرأ at home I listen to my mom and dad أكسل 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 number three at the park I listen to to my friends أكسل the park to my friends أكسل إذن هون طالب مننا make an I listen chart بدنا نعمل يا رهف زيها شكل النموذج ومنسمي I listen شو اسمه I listen إذن هذا chart اسمه الشكل I listen يعني أنا بالسقول I listen to my teacher نفس الجمل الثلاثة هدول نرسمهم ونعملهم زي بوستر زي كما هو في هذا الشكل let's move to page number eight in this page look and write شو هنالكلمات in the box read them cute cute friendly funny strong smart athletic all right إذن عندنا هدول الكلمات الستة شو بدنا نساوي بدنا نعبيهم نعبيهم بالفراغ حسب الصورة نطلع على صورة الأول نبين he's smart he's clever إذن ذكي smart معنها clever ذكي طب التانية friendly we are friendly we are friendly very good number three he is strong strong نبين من الصورة أنه he is strong number four they are cute cute يعني كتير حلوين she is athletic athletic يعني أنه رياضية yeah number six he is funny لأنه هاي صاحبة عم بيضحك كتير so he is funny كتير مضحك yeah all right now listen number the lines in order إذا أعزنا هو إذا عندكم عندكم التسجيل الصوت الخاص فيها بيكون جيد نحنا اعتمدنا أيضا على track الموجود هنا في pupils book هي تقريبا محلولة يعني هون بنا نبلش ب let's high five أول جملة let's high five الجملة I'm smart إذا I'm smart بعدين you're smart بعدين smart today إذا هاي هم من رقمهم إذا هاي واحد نين three four هنا عنا five six seven eight nine ten eleven twelve إذا أعزنا to this chant نقدر انحل هذا التمرين all right very good now let's move to turn or turn to page number nine look read and check then check tick all right يلا إذا بنا عالصورة تانية مجد the giraffe is behind ولا in front of the elephant is behind behind معنى behind خلف طيب هذا الحكي ونموجود بأي صورة بصورة الأولى ولا بالتانية بصورة الأولى مدامنا منحكي عن الجراف أكيد بصورة الأولى إذا منحط عند رقم واحد tick number two the butterfly butterfly is under or next to the flower next to next to منحط عند رقم اثنين very good number three the rabbit the rabbit is behind or in front of the flower in front of excellent very good number d the monkey the monkey the monkey on or under the elephant on on the elephant tell you monkey حسب السورة الأولى موجود on the elephant very good number e the elephant the elephant the elephant is next to or in front of the giraffe yes what do you think it is in front of the giraffe very good number f the larry bird the larry bird is under or next to the flower under now let's move to number two look and write بدنا أعزة أن نستخدم هدول لبري positions in the right space يعني next to أو منحط in front of أو behind حسب السورة الموجودة عندنا هنطبعا يلا the pencil and the ruler are next to the book number two to the book the erasers eraser and the pen are in front of the book excellent number three the book is behind behind the pen excellent the ruler is next to the pencil the pen is behind the eraser number eight number ten page number ten all right lesson seven and eight let's visit green iguanas live in mexico yes they are lizards whether they aren't lizards they are they don't eat they eat they don't eat fish they eat flowers yes they eat flowers okay number five they are friendly 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 green nice we can teach the children eyes mouth feet and legs we can put them in the right eyes mouth feet legs here we can teach the students how to use this الشكل يعني green iguanas have short legs look at the legs short green iguanas have four feet. كملي رقم ثلاثة؟ green iguanas have one mouth and number four green iguanas have two eyes. very good. play time في عنا هون play كتير حلوة ومسلية يعني هون بنحكي i am martina and i am bart يعني بدنا نعرف بالضبط مين martina ومين bart all right هايو اذا اول واحد بتحكينا i have long hair i'm behind the disc i have three books i'm in front of the clock i'm martina هذا كلها الاوصاف لمارتينة بارت عنده هات بنعرف هو بارت والاورسن والا فيكتر هاي بارت يس ليل انو حكيانا he likes playing football next to the tree has long trousers and he is bart yes okay thank you for watching we'll see you in unit number two goodbye bye bye